اكثر من ست سنوات مضت ولا ينقطع صوت الرصاص والانفجارات عن اسماع اليمنيين اكثر من ست سنوات تفاقمت خلالها معاناة الشعب اليمني حتى بات اكثر من عشرين مليونا منهم يواجهون خطر المجاعة نحن امام اكبر مأساة انسانية في العالم يقول مارك لوكوك منصق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في كلمة له امام مجلس الامن الدولي مؤخرا قبل ان يصدر المجلس بالاجماع بيانا يدين التصعيد المستمر من جانب ميليشيا الحوثي في مدينة مأرب وضواحيها ويحذر من ان ذلك التصعيد يفاقم الازمة الانسانية ويعرض اكثر من مليون نازح داخلية لخطر جسيم فضلا عن انه يقود الجهود الدولية المبذولة لانهاء الصراع وإحلال السلام في اليمن وبحسب محللين فان ميليشيات الحوثي المدعومة ايرانية ادركت مبكرا توجه الادارة الامريكية الجديدة بقيادة بايدن نحو البدء بمفاوضات جادة لحل الصراع اليمني فقررت جمع ما يمكن جمعه من اوراق القوة قبل التوجه نحو اي مفاوضات فكان هجومها المتواصل على مأرب التي تعد اخر معاقل الحكومة الشرعية في الشمال اليمني كما ان الدعم الايراني للحوثيين شهد تكثيفا في التدريب والامداد باسلحة حديثة نوعية نهيك عن تطوير تصنيع الطائرات المسيرة التي تواصل الهجوم بنمط شبه يومي على الاراضي السعودية يحدث هذا بينما يواصل المبعوث الاممي مارتين جريفث جهوده نحو البدء في مفاوضات جديدة تستند الى مبادرته التي اطلقها في تموز الماضي والتي تشمل وقفا شاملا لاطلاق النار وتسهيلا لوصول المساعدات الغذائية للمحتاجين والقيام تحت اشراف الاممي بخطوات لبناء الثقة بين اطراف الصراع ومن ثم استئناف المفاوضات بناء على ما تم تحقيقه من قبل في جينيف والكويت وستوكهولم